اهلا بكم طلاب الصف الاول الاعداد في مادة اللغة العربية وفصل جديد من فصول قصتنا الجميلة عجبة بن نافع زي ما شفنا مع بعض في نهاية احداث الفصل الثاني ان عجبة بن نافع بالفعل توجه الى برقة واستطاع ان يطلع على احوال اهلها وكمان عارف ان بيحكمهم الحكم البيزنطي وقدي ايه هما ما كانوش راضيين عنه فطبعا بعد ما يجمع كل المعلومات دي لازم على طول يكتب رسالة لعمر بن العاص يبلغوا فيه كل شيء وده هيكون عنوان فصل الثالث وهو رسالة عجبة الى عمر فهيا بنا نتعرف على ملخص الفصل دلوقتي عجبة بن نافع في برقة بيستطلع احوالها وعارف كل اللي هو كان عايزه فطبعا بدأ يكتب رسالة لعمر بن العاص بكل المعلومات اللي هو عرفها مش بس كده وكان بيحصوا على الاسرع بجيش قوي ليه لفتحها فاهلها متعطشون للحرية والامان يعني معنى كده ان اهل برقة موفقين ان الفتح الاسلام يجي عندهم اه وكمان كانوا مرحبين به جدا تعالوا بقى نشوف الاحداث اول حاجة تعالوا نعرف ايه هي مضمون رسالة عجبة لعمر بن العاص يعني كتب له فيها ايه اول حاجة كتب له الاسباب اللي قدت لقراهية اهل برقة للحكم البيزنطي هو عجبة بن نافع عارف بس عمر لسه ما يعرفش فعلشان كده بدأ يقوله له اول حاجة زي ما احنا عارفين قالوا ان حكام الروم بيفرضوا على اهل تلقى القبائل الضرائب الباهظة رقم اثنين قالوا ان تحصيل الضرائب كان بيكون بالغلظة يعني بالشدة والقصوة والعنف حتى لو اضطر اهل برقة لبيع ابناءهم لتزديدها يعني لو واحد من اهل برقة مش معاه فلوس يقولوله برضو هناخد منك فلوس طب انا ما معيش طب يحصل ازاي يقولوله خلاص انت عندك الكثير من الابناء روح بيع واحد في سوق العبيد واقتي لنا بالمال لا يهم ماذا تفعل ولكن كل ما يشغل بالنا تحصيل الضرائب رقم ثلاثة استئجار البربر للعمل في القصور والمزارع مقابل اجر ضئيل لا يكاد يكفي حاجاتهم ولا يتناسب مع ما يقومون به من عمل انشاء زي ما اتفقنا ان هما كانوا بيشتغلوا كتير جدا عندهم وفي الاخر بيدوهم اجر بسيط يعني حاجة رمزية بسيطة جدا لا تتناسب ان هما يكفوا حاجاتهم ويجيبوا كل اللي هما عايزينه ولا كمان تتناسب مع العمل اللي هما بيعملوا وبعدين قالوا اني هنا مفيش امان اي حد نفسه في اي حاجة بيعملها يبقى عدم الشعور بالامان لعدم موجود قوانين تحمي الارواح وتحفظ الحقوق طيب وايه كمان بقى بيقولوا اني اهم حاجة كانت شغلة حكام الروم واللي هما كانوا بيزعوا اليها حكام الروم اللي هما الحكم البيزنطي تحصيل الضرائب واستعباد البربر هما مش شايفين اي حاجة غير كده ازاي يجمعوا من الناس دي الفلوس وازاي ان هما يستعبدوهم ويخلوهم يشتغلوا عندهم زي ما هما عايزين ودي طبعا كل الاسباب اللي خلت اهل باركة يكرهوا الحكم البيزنطي بعد ما عقبة بن نافع بدأ يتكلم مع اهل باركة ويقولهم ان احنا عندنا في الدنيا الاسلامي مفيش كل الكلام ده مفيش ضراء بغزة مفيش حاجة اسمها ان احنا نبيع ابنائنا بالعكس ده هما مسئولياتنا قدام ربنا وهنتحسب عليهم في حاجة اسمها ان يقعطي الاجير حقه قبل ان يجف عرقه يعني ايه الكلام ده يعني قبل ما الشخص اللي بيشتغل معاك او بيشتغل عندك يخلص عمله لازم تبقى مديله حقه وحقه كافي لا تنقص منه شيء وكمان ان احنا عندنا في الدين الاسلامي بنكفل الحرية والامان يعني ما ينفعش ان حد يسرق حد او ينهب حد او يقتل حد لازم يكون في قانون بيحمل الناس حقوقهم فاهل بركة كانوا فرحانيت جدا فقالولوا لو انت فعلا جدت الجيش بتاعك وخلصتنا من الحكم البزنطي هنوعدك ان احنا هنساعدك مش بس كده وكمان هندخل في الدين العظيم ده فهنا عجب بن نافع بدأ في رسالته يستعجل عمر بن العاص ويقول له تعالى بسرعة تمام؟ طب ايه الاسباب اللي خلته ان هو يجي بسرعة او يستعجله اول حاجة سوء الحكم البزنطي هم الناس اصلا مش حبانهم تاني سبب عندي امتياز اهل بركة بالعدد الكبير والخلق الطيب والنفس السمح بيقول له على فكرة هم هيساعدونا هم ناس عندهم اخلاق طيبة جدا وعددهم كبير جدا جدا تالت حاجة كمان بتخلين هو يستعجل الفتح عارفوا ان الاسلام هو منقذهم الوحيد من سيطرة الروم خلص محدش هيقدر ان هو ما ينقذهم منهم الا الايه الدين الاسلامي رابح حاجة واخر حاجة معانا عاهد زعماء بركة عجبة على الدخول في الاسلام من لحظة قدوم الجيش الاسلامي يعني انت وفي بوعدك وهات الجيش الاسلامي اللي هيخلصنا من الروم واحنا على طول هندخل في الدين الاسلامي طيب الرسالة دي اول ما وصلت للفتح العربي عمر بن العاص يطرى متوقعين يعمل ايه؟ ده دي الحاجة اللي هو بيستناها اصلا فاسرع بتجهيز جيش مكون من بضعة الاف وركز كويس اوي في بضعة الاف لان دي بتيجي اختيارات كتير جدا ويقولك يا ترى كان جيشه الف ولا الفين ولا تلاتة ولا بضعة هي بضعة الاف بضعة الاف مقاتل وانطلق مسرعا الى بركة ما استناش هو اول ما الرسالة جات جهز الجيش على طول وقام ايه؟ وقام رايح على طول هنا بقى فيه سؤال مهم بيقولي دلل دلل يعني اذكر السبب لم ينتشر الاسلام بحد السيف ولكن باخلاقه الكريمة يا ترى ايه الاجابة اللي تتناسب مع الفصل بتاعنا ده؟ طبعا دي اجابة غير الاجابة اللي كانت بتتناسب مع فتح مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم احنا هنا بنتكلم ان الاسلام في بركة بالتحديد ما انتشرش بحد السيف طب ده بيدل على ايه او ايه السبب بكده؟ اول حاجة ان اهل بركة اصلا كانوا مرحبين بقدوم الجيش الاسلامي يعني هو ازاي هينتشف بالسيف وهم اصلا عايزين انه هو ييجي يبقى اول سبب ترحيب اهل بركة بقدوم الجيش الاسلامي السبب التاني رؤيتهم في ان منقذهم الوحيد هو الاسلام لما سمعوه عنه من اخلاق حسنة وصفات طيبة تكفل لهم الامن والاستقرار والحياة الكريمة هم مرحبين جدا جدا بقدوم الجيش الاسلامي ومرحبين ايضا بالاخلاق الحسنة علشان كده الاسلام منتشرش بحد السيف فهنا عمر بن العاص اول ما هيروح عند اهل بركة هيستقبلوه بمنتهى الترحيب يبقى السؤال هيقول كيف استقبل اهل بركة قدوم الجيش الاسلامي يبقى استقبلوهم اروع استقبال ورحبوا بهم قبل اخترحيب معنى كده ان هم فعلا وفوا بوعدهم لانهم رأوا فيه بشائر الفجر الجديد الذي سيمحو ظلمة الاستعباد ويشرق بنور العدالة وهو ده الحاجة اللي هم كانوا عايزين يعيشوا فيه احنا كده وصلنا مع بعض لنهاية الفاصل تعالوا نشوف التدريبات بتاعته تيجي ازاي اول حاجة بيقول لي اختر الاجابة الصحيحة مما بين القاسل رقم واحد جهز عمر جيشا مكون من نقط مقاتل ها الجيش اللي هو جهزه علشان يدخل بركة كان الف مقاتل الفي مقاتل بضعة الاف طبعا كان بضعة الاف رقم اتنين جعل الروم كل همهم الحكم البيزنتي كان ايه هو همه استعباد البربر ولا تطبيق الديمقراطية يعني المشورة ولا انتشار الامن طبعا الحاجة الوحيدة اللي كان همهم استعباد البربر وتحصيل الدرائب رقم ثلاثة بيقول قال نقط يعني مين اللي قال دي انني تبينت من خلال اختلاطي باهل هذه البلاد انهم يكرهون الروم ها مين كان بيكلم مين ومين اللي تبين ومين اللي اختلط طبعا هو عجبة من النافع السؤال بعد كده اللي جاي اكمل العبارات الاتية رقم واحد تميز اهل برقة بنقط ونقط ونقط ايه هي سمات او صفات اهل برقة اول حاجة الخلق الطيب كان ناس عندهم اخلاق طيبة اتنين النفس السمحة وثلاثة كثرت العبارات رقم اتنين استبشرت القبائل البربرية بقدوم ها كانوا مستبشرين بمين وخد بالك تاني القبائل البربرية هم اهل برقة استبشروا بقدوم الفاتح العربي اللي هو عمر بن العاص وكمان استبشروا بدخولهم في الاسلام علشان يتمتعوا بكل اخلاق الاسلام الحسن رقم ثلاثة وعد زعماء برقة عجبة بنقط ها وعدوا بايه ان هم هيدخلوا في الاسلام رقم اربعة واخر حاجة معايا كانوا محصل الدرائب يحصلونها بكل ها بكل رفق ونوالين والله لو سمحت ممكن تدفع الدرائب اللي عليك طبعا مش كده كانوا بيحصلوها بكل غلظة وخصوة وبكده نكون وصلنا مع بعض لنهاية الفصل وإلى اللقاء في درس جديد من دروس اللغة العربية